الدوافع بالتأكيد كبيرة عند الفرقتين وإن كان الدوافع الأهلي من وجهة نظري أفضل ثلاث نقاط في مشوار المنافسة على لقب الدوري هي الأهم حتى مقارنة بالمباراة التانية اللي هتجمع الفرقين بعد عشر تيام من مباراة الجمعة إن شاء الله كل أخبار الأهلي سكواد الندي الأهلي مدى جهازيته ومتابعة التمرين النهاردة هتكون معنا وتعالوا نشوف معنا أي النهاردة في الأهلي نيوزرو قرار مارسل كولر كان إنه بعد انتهاء مباراة الطلاع أنه يبقى راحة 24 ساعة دي كانت مبارح النهاردة يبدأ فعليا تحضير الأهلي للمباراة ويعني المعلومات اللي جات لي يمكن حتى قبل ما قابل حضراتكم على الهواء إنه سكواد الأهلي كله تمام كله فيه تمام الجهزية وكله بيحضر وجهز المشاركة فيه مباراة الجمعة إن شاء الله وده اللي هنعرف تفاصيله أكتر هل بيرسي تو خلاص أصبح جاهز بالفعل هل ممكن يكون قريب من الحسابات وإن كان الحقيقة مشاركات الأهلي في مطشطه الأخيرة تحديداً لأربع مواجهات الأخيرة طمنتك بشكل كبير كعزيزي أهلاوي إنه الفريق الحمد لله وصل لفورمة ولا أروع في الفترة الأخيرة ساهم في ده بشكل كبير انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي إدى الفريق راحة خد نفس رجع أفضل رايق مبسوط مرتاح وبالتالي كانت العروض على مستوى النتائج والأداء مرضية جداً بالنسبة لجمهرنا نتمنى إن شاء الله السمرار وخصوصاً إنه في حال فوز الأهلي أو تحقيق الأهلي فوز ومكسب الثلاث نقاط في مباراة الجمعة كل الضغوط والتوترات تبقى على بيرميدز كل الشد أو يعني هيبقى بمطالب أكتر بإنه ما يهدرش نقاط بعد كده لأنه إحنا كلمنا حسبياً لنهارده بنتكلم على بيرميدز 68 نقطة الأهلي 57 نقطة الأهلي ليه أربع معجلات وبالتالي حسبياً إذا فاز الأهلي بمعجلاته حتى قبل مواجهة بيرميدز يتفوق على بيرميدز بنقطة مكسب الأهلي بستة بونت تاخد تلاتة بونت تحرم بيرميدز من تلاتة بونت مع اخترابنا من نهاية مشوار البطولة أعتقد أنها هتقرب الأهلي بشكل كبير جداً وإن كانت المواجهة التانية هي اللي هتأكد بشكل قاطع فوز الأهلي إن شاء الله بالبطولة حال إنه فاز في الجولتين سواء جولة المؤجلة من الزوالة 14 للدوري أو جولة الدورة التانية اللي هتتلعب إن شاء الله يوم 22 طيب